حققت تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين زيادة يصل حجمها إلى مليار وسبعمائة وستة وستين مليون دولار أمريكي في العام الماضي وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد وبهذه المناسبة أعرب السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن اعتزازه بما تم تحقيقه من نمو في العام الماضي مؤكدا في الوقت ذاته المضي قدما لتحقيق تطور أكبر عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة بالتوازي مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وأشار التقرير أيضا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية الواردة إلى المملكة قد زادت بنسبة 6% بالمقارنة مع عام 2020 لتصل إلى 33 مليار و740 مليون دولار أمريكي في 2021 في حين بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 38 مليار و800 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ويشكل حجم مخزون البحرين من الاستثمار المباشر بالمقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 86% وهو ما يضع البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي هذا وتركزت الاستثمارات في عام 2021 بحسب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والصناعات التعدينية شكرا شكرا